السلام عليكم اكتمنى تكونوا بخير بالنسبة لفيديو دياليوما حتى ما غديش يكون طويل بسف وغديشوفوه فقط معلومة اللي حتى تغير البارح واللي هو الاعلان عن اجراء مباريات توظيف لأطور النظامية أو ما يطلق عليهم بأطور الأكاديمية يعني أطور تدريس وأطور الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي يكونوا ثلاثة ديال المباريات بالنسبة لهذا فيديو نتكلمو فيه على الشروط ديال التسجيل وآخر آجل وفيديو آخر نشوفو فيه طريقة تسجيل عبر الموقع الإلكتروني اللي هو توظيف.من.gov.ma ماذا بغنا نتكلمو فقط على الشروط إذن باش نتسجل في هاد أو لنتسجل من أجل اجتياز مباراة توظيف فغديخصني يكونوا عندي شروط اللي هي أولا أني أكون حاملة الجيسية المغربية والشرط الثاني اللي هو جديد هاد العام ولي صراحة كان شرط لي شوية قاسح يو أن لا يتجاوز عمر مترشيح ثلاثين سنة عند تاريخ إجراء المباراة وأن يكونوا متمتعين لحقوق الوطن المدنيا يعني يكون مصدر في حقق تلشي حكم تلشي حكم اللي يكون بسبب ارتكاب جنحة أو جريمة أو شي حاجة هاكا يعني يخص يكون استيجيل العدلي ديالي نظيف ويكونوا مستوفين لشرط القدرة البدنية المزاوية المهم مcisionدة إليهم وأن لا تربطهم أي علاقة شغوة معي مؤسسة خصوصية أو شغلت آخر ستكون لديه على الأقل شهادة الإجازة في التربية أو شهادة الإجازة في المساليك الجامعية للتربية أو ما يعديلهما أو شهادة الإجازة في الدراسة الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعديلهما هذه بالنسبة بالنسبة للملحقي الاقتصاد والإدارة يكون عندهم شهادة الإيجازة في تخصوصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو ما يعادلها ثم هذه بالنسبة للملحقين التربويين يكون عندهم شهادة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإيجازة المهنية في مجال الكيمية أو الفيزياء أو لنحية الأرض بالنسبة لغادي يدوز مباراة تحضير أو تخصوص تحضير لمختبرات المدرسية ثم بالنسبة لحراسة التربوية الثوتيك ستكون عندهم على الأقل شهادة الإيجازة في الدراسة الأساسية أو الإيجازة المهنية في جميع التخصوصات أو ما يعادلها جميع التخصوصات مقبولة بالنسبة للمسلكة الحراسة التربوية بالنسبة للملحقين الاجتماعيين ستكون ديبلون معهد العالي العامل الاجتماعي بطنجة أو لا شهادة الإيجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإيجازة المهنية في الفلسفة أو علم النفس أو علم الاجتماع أو ما يعادلها كل حاجة عندها الشروط بالنسبة للنقطة أخرى هي بالنسبة للتدريس تعليم الثانوي اللي بيسي لكيه الإعدادي وتأهيلي فمي مكليش أنا ندفع الواحد تخصص اللي أنا ما عنديش فيه إجازة ما عنديش فيه ديبلوم إلا مادة التربية البدنية والرياضة هي الواحدة اللي كتقبله فيها جميع تخصصات ولكن بشرط أنه الأطور اللي غادي يدوزوا هاد المباراة تخصصهم يدوزوا في اختبار عملية لقياس مستوى الأداء الرياضي مباشرة بعد الاختبار الكتابي يكون عندهم اختبار كتابي ورياضي وشفاوي بالنسبة المواد أو التخصص الأخرى فخاص كل واحد يتكون عنده مثلا أنا بغيت ندوز تخصص ديال الفيزياء أو المباراة ديال الفيزياء خاص تكون عندي إجازة أو ما يعادلها في الفيزياء والكيمياء بالنسبة لأمور أخرى اللي هي ملف ترشيح يتكون ملف ترشيح يتكون من الموادر إقثالية من بعد ما تديروا تسجيل قبلي فادي استخرجوا الوصل الإلكتروني ثم نسخة من شهادة الإجازة أو شهادة المعترف بها يعني اللي غادي تحطها في المباراة ثم نسخة من بطاقة الوطنية للتعريب ثم رسالة تحفيزية يحررها المترشيح بخط اليد ويعبروا فيها عند وفي اختياري علاش لأنه فهذا السنة غادي يكون الانتقاء ضروري مكيكو الانتقاء غادي يطلبوا وحد رسالة تحفيزية إذا علم الملفات غادي يكون عبر الموقع اللي هو هذا التوظيف ومين بونجوف واما يعني بصيغات الفيديث دونك هاد الملفات كلهم غادي يدوزوا في الانتقاء أنه الانتقاء الأولي ما غادي يشيكون بالنسبة للطلبة اللي تخرجوا من كليات علوم التربية حل كلية اللي كينا في الريبات دونك هادو كيحطم ينف الترشيح ديرهم وكيدوزوا مباشرة لاختبارات الكتابية وكذلك تخصط ليهم واحد العدد دي المناصب معيض دونك أخرى تعطوا للناس اللي عندهم الشهادات العادية يعني الإجازات أو ما يعانيبها ثم سيتم استدعاء المترشحين اللي تقبلوهم بعد الانتقاء الأولي وثم غادي يوقع إجراء اختبارات الكتابية والشفاوية والعملية وبالنسبة لهالسنة اللي يجد كذلك فغادي يكون فصل ديداكتيك عن مواد تخصص يلاحظوا معي التخصص الابتدائي فغادي يدوزوا ثلاثة سوايا المعاملين هالثلاثة فيها المواد المدرسة وساعتين معاملين هالثلاثة فيها ديداكتيك العكس دي السنة الماضية أو اللي قبلها فغادي يدوز ثلاثة سوايا كاملة فيها بالنسبة لنا كنتكلم على التانوي تأهيلية أو التانوي الإعدادي فغادي يدوز ثلاثة سوايا فيها الاختبارات دي المادة المدرسة مثلا الفيزياء ومعاها في نفس الوقت اختبار ديداكتيك هاد العاملة فكل حاجة هاد يدوز بوحدة عندما يشوفوا معايا السنوي بسيلي كي جميع تخصوصات فعندكم ثلاثة سوايا دي اختبار مادة تخصص ندساليوها الدوزو لساعتايين دي اختبار مادة او الاختبار ديداكتيك مادة تخصص وكم نظلم بلي هاد القابئ هادي افضل من انهم يكونوا مجموعين الجديد كذلك في هاد السنة هو انه ما غديش يكون مستجدة علوم التربية كيفما كان في السنة الفريطة وغديكون فقط اختبار في مادة تخصص ثم اختبار في ديداكتيك مادة تخصص هنا بالنسبة الاثور الدعم الاداري والتربوي فغلي نخليكم تطالعوا على هاد الجداوي اللي ما فيها شي حاجة لي صعيبة ففقط تشوف الاختبار تشوف نتا شنو شنو اللي لكي ناسبك وغدي تشوف الاختبارات مودة الانجاز والمعامل باش تعرف على هاد الامور هادي وغدي كان كل شي بالنسبة للفيديو دي اليوم وان شاء الله نشوفوا الفيديو الماجي هادي تكون على طريقة ترشيح عبر الموقع الايكتوني باش منديرو حتى شي غلط وتكون لا 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 وتكون يكون تقديم ترشيح دي عليكم يكون صحيح وميترفضش لكم هاي عنكم